بصراحة يعني غير ناجحين في الدفاع عن أنفسنا لكننا بصراحة أقول لحضرتك وأنا أفتخر نحن نعمل بصمت يكفي وزارة البيئة أنها حققت تقديم أنا ما لدكم تعملون بصمت يا معالي الوزير هذه أنت مرتين كررتها أنا لا لد أن تعملوا بصمت أنتم أمام تحديات خطيرة وبحاجة إلى تشيعات لقوانين من البرمان تطلق أيديكم بالتفاوض مع الدول الأخرى من دون ما تروح للسيد الرئيس ومن دون ما تروح لمعالي الوزير أنا لا أقبل بهذه المسميات ولا أقبل أن تعملوا بصمت أنتم أمام تحدي خطير إحنا خامس أخطر دولة بالعالم لا أدنا مي لا أدنا كهرباء لا أدنا فلوس لا أدنا حكومة وأنه بتراب منه اللي قال إحنا صامتين منه اللي قال أنا أقول لحضرتك لسنا بارعين بأنه ننشط على الفيسبوك وعلى الأنستجرام لنشر أمور لكننا نتحمل مسؤولياتنا بشكل جاد وأقولها أمام حضرتك تلقينا دعم كبير جدا من فخامة رئيس الجمهورية ومن دونة رئيس الوزراء ومن السيد رئيس البرلمان ومن سيد رئيس مجلس القضاء لأول مرة لدينا الآن الشرطة البيئية التي ترافق المراقبة البيئية من أجل أداء المهام للواجبات وأنت تعلم حجم التحديات اللي واجهة موظفين على الآن شرط البيئة شي سوي يا مآل الوزير نحن استطعنا أن ننقل موضوع التغيرات المناخية وعقدة جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدينا تشريعات وقوانين ممتازة جدا وبالتأكيد ينقصنا هو تطبيق هذه القوانين من قبل الجهات المنفذة بس حضرتك اسمح لي خليني أنطيك هاي أنا ما عندي وقت كثير يعني هو الآن العلاج بشرط البيئة القضية أكبر من شرط البيئة هذه قضية دولية ومناخية نعم سيد الكريم أنا أقول بأن المعالجات تختضي رؤية والرؤية موجودة ولدينا خطة واضحة لكن أقول لحضرتك يتطلب الموضوع موضوع لا تعتقد بأنه أي موضوع اعتيادي نناخشة موضوع التصحر والعواصف الغبارية والتلوث البيئي يحتاج إلى جهود نحن نبذل كل ما نستطيع وأكثر مما نستطيع وهذا واجبنا واجبنا الحقيقي لكن يتطلب الأمر هو توفير تخصيصات هنا وتوفير دعم هناك وهذا بالتأكيد ما نسعى له اشتركوا في القناة